يسلموا هالإدين إيدي حبيبي يلا ما رح أطلق أنا فأي تنام لا 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 تنامي عادي عاوزك بشغلي خير حبيبي يا رب مايس أنت أنت بتحبيني؟ أكيد بحبك بقصود يعني بتحبيني بتعشئيني ولا؟ بتعودتي عوجهودي بس يعني بحبك وبعشقك من قيمتها شو هل أسألة هاي؟ عن جدا عم تخوفني؟ جاوبيني ضروري تجاوبيني ميس يعني من لما نزوجنا؟ ليش؟ لأنك زوجي وبتحبني وشو كمان؟ و... وأنت زوجي وأفو ولادي وبتحترمني وبحترمك ومرتاحة معك بكل شيء طيب وإذا أنا قلت لك أنه أنا ما بحبك شو؟ بقصود يعني أنا بحترمك وبودك وبحب وجودك بحياتي بس بس بقصود ما بعشقك أنت شو هم تحكي؟ هدي هدي ميس وسمعيني اسمعيني شو رح أول أنا كنت حب واحدة أيام شاما كنت أعشقها كنت أحلم فيها ليلة نهار وكنا رح نتزوج معطرين التخرج بس أي؟ صار ظرف و... ما قدرنا نتزوج ما قدرنا نحقق أحلمنا نيس أي؟ شو يعني؟ وغلق أهي البنتون رجعت وقتحمة روحي وحياتي بطريقة ما عم بعرف أخلص منها نيس يمكن أنا ما بدي أخلص منها أنا بعشقها والحياة الحياة منعيشة مرة واحدة والفرصة بتيجي مرة واحدة لهيك أنا قرارت أن يرجع حقق أحلم شو قرارت أنه كنت أتزوجها موسيقى موسيقى أه... سنموة بترجعك يساعديني أكي عمشنونة أن أبدي ساعدك بس بشرط بشرط جو موسيقى بدك تحفظي السر اللي رح إليك يا بس كرمالت وساقفيني وتعرفيني عجلة حابة ساعدك وما عندي أي نياتاني قولي أنا كنت حب واحد وحبه كثير وماترت تزوجته ورحي ضل حسرة بيعلبي كل العمر أنا تزوجت أخوك يوسف ردة تفعل ردة تفعل على كل شي وعيش حياتي كلها تمثيل بتمثيل مصدق أنا مصدق قعد لحظة لحايلة حتى قدر إبكي ومعيش مشاعري لحييه كتير بحب أقعد ببيت الحالي على الأقل بيقدر بيبكي بفكر لك ما تذكروا لما بيكون يوسف الشغلي بدون ما يكون في حدك عتم على نفسي بدون ما يكون حدا مراقبني كل الوقت بس طبعا ما بقدر ما بقدر لأنه جوزي ببيت الحالي كلما الأهل ما يغضبوا عليه يعني أنا عايش حياتي بش حين وما عدا عاسس بني لحيك أنا بدي أحس بي كتير وحس بي واقل لأنه حالته يمكن تشبه حالتي ولكن أنا ولكن العدوي ما بتمنى هي لصة كيف لك أنت الفئة عملي كيف؟ كيف؟ كيف تحكيني؟ للأسف أين؟ طيب وينه هلا؟ مات مات؟ مات بعد السيارة يعني أربعة سنين يعني بعد ما تزوجت يوسف بسنداني طيب و ليش ما تزوجته؟ لسبب تافح لأنه ما كان ما هو مصاري أهلي ما وافؤوا وبنفس الفترة طلبني يوسف طبعاً عمنا مقارنة بينهم وشافوا أن يوسف الأنسى بساعاتي بمفهوم ومضيق اللي ما بيجواز حدوده المصاري بيضاً بيضاً هذا السر ما لازم حدا يعرف فيه بالدني لأنه أنت على الأقل عندك عمل أنا حلمي مات بس أنت حلمك بعد وعيش يا حبيبة قلبي كنا لقد حاصرة بقلبيك و ما عم تحكي روئي، روئي سنوء روئي خلصوكي إنتي أنا ما تأكلها أمي الموم إلا أنت نأمل عالبيت والسيارة بأي طريقه بعدين محكي بيصفاك خيب حبيبتي بس أنا بدي يعكي هلا تقومي تغسلي وجيك وترجعي للضحك الحلوة اللي أنا بعرفها وما نقوم بنسهر معهم كأنه ما في شي هش يلا قومي تعالي ميس ميس فهميني وأنا؟ أنت بتقرري شو بدي قرر؟ يعني يا أما بدي قبل أنك تتزوج علي أو أني تطلق وتقلع برات البيت أنا وولادي؟ ميس أنت والولاد ما رح غير عليكم شي هذا البيت رح تضلوا عايشين فيه ومصروفكم مسؤوليتي من هون لحد تموت إذا رضيتي بهذا الحل ما نكفي حياتنا ما رضيتي أنت حرة تعملي اللي بديك يا مش دعين مش دعين مام مام بفهمك ميس أرجوك لا تكوني أنانية أنانية؟ لك أنت يا شو؟ أنا أنا ما عم أعرف وازن بينك وبينها حس فيني قدري مشاعري أنا 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 مين دي يحس فيني وبمشاعري ميس ما رح ينقص عليك شي أنت والولاد ما رح يفرق عليكم شي أنت هذا اللي هامك؟ المصاري وبس؟ لا أنا ما عم أحكي بس على المصاري حتى حياتنا زوجي فشرت فشرت تلمسني أني تزوجت أولا موسيقى 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 تكشبك يا غشيمة أمتي بعد ما وصلت للقمة التي تم بدك ترنيا زعلاني على بابا حزستو عم يدفع كتير مصاري أبوكي معه مصاري كتير وما حيرص على هالبيت وغير هيك انتو هالولدين ما حيبخل عليكم بشي بالدنيا ما دنيا يا بيدا والله أنا عم بحكي مش عارك انتي وائل إذا تشتغلوا لعمر كله ما حتقدروا تجمعوا حق بيت معي بحق بي هاد واقع بصليك 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 موسيقى ليش؟ بلا ما حداشت لقي عليكي هلا أمني عالبيت والسيارة انو صاروا باسمك ولا عافش كمان وبعد يروح يملي لبتك ياك والله ما أبعريك حاسي حالي عم بنصب على أهلي لا أبعدك رمال الله اللي هتعيش لي هالدراما هاد حقك الشبعي بعدين يا مجنوني عيشي حياتك وسعادتك متل ما انتي بدك ها بتفهمي؟ ما عاك حق ما حدا غيرك بيفهمني بها يا جاب راح أحكي مع واقل من غرفتي لاكي شو بتقلك حاكي وفورا مشان ما يزعن منك بس ما تخبري على كرشي مشان ما يطمع فيك هلا واقل بده يطمع ما عاكي انتي؟ راح سامحي تكلمره صبي القهو اللي عاكي لاحظة غير من خوفي عليكي اه اهلين حبيبي وانا اشتقتلك كتير ايه مبلغة تسهرانة مع اهلي حكايتي معهم؟ لا ما فاتحتهم بالموضوع اللي تبعطيهم شوية وقت لما هدلهم يعني مو فجأة بس انا انا حكيت مع ميس باللصة عجد عم تحكيه وشو كانت ردت فعله دايقت كتير كتير الموضوع ما نسهل أبدا